السلام عليكم يا احلى اخوات واحلى صحاف في الدنيا في عرب تكنو يا رب كلكم تكونوا بخير كلكم كده تكونوا بخير وعارف طبعا كالعادة في تحديث كل سيزن لباب جي موبايل حل مشكلة التحكم والنهاردة ان شاء الله هشرح لك حل مشكلة التحكم وحرف F و J والكنترول والكلام ده كله زي ما انا ما هحلها عندي بالزبط وفي نفس الوقت هقول لك على حل تاني اللي انا بشرحه في كل سيزن برضو ممكن ينفع معاك وان شاء الله على الاقل في الحلقة ده يبقى معاك حلين لحل مشكلة التحكم او طريقتين لحل مشكلة التحكم في التحديث الجديد بتاع باب جي موبايل واحد ستة بس عايز اقول لك على حاجة ان ممكن الحلين اللي انا هقولهم دول ممكن ما ينفعوش معاك لأي سبب اخر ولو ما نفعوش معاك حضرتك تستنى التحديث الصغير اللي هينزلك بعد فترة زمنية قصيرة كده من اصدار تحديث باب جي ده اللي هينزل يحللك كل المشاكل اللي عنده لكن انا بساعدكم انكم تحلوا المشكلة دي ولو بشكل مؤقت لحين نزول التحديث اللي يحل المشاكل كلها وفي حاجة عايزة نوح عنها ان قريب ان شاء الله هيكون فيه جيفاوي على القناة لحاجات قيمة اكسيسوريس جيمينج او شحن رويل باز او حاجات كتير ان شاء الله هتكون على القناة الفترة اللي جاي بس هتكون فقط للمشتركين في قناة عرب تيكنو فتأكد انك مشترك في القناة ومفعل زرار الجرس علشان لما اعمل الجيفاوي ان شاء الله يكون لك نصيب وتكسب واخوتي واصحابي في عرب تيكنو بقى ما تنسوش تدعموني بانكم تدوسوا على زرار اللايك وتكتبوا كومنت حلو دلوقتي يلا بينا ننتقل للشرح اول حاجة هتعملها هتفتح الاب ماركت بتاع جيملوب سواء جيملوب الصيني او جيملوب البيتا وتبدأ تعمل له اوب ديت وتشوف زي كان ليه تحديث جديد من خلال انك هتوقف على التلت شرط دول مسلا في المحاكي البيتا او الصيني وتدوس على اول علامة اللي عليها علامة بالنقطة الحمرة دي معنى كده ان في تحديث مجرد ما هدوس عليها هيبدأ يعمل التحديث يشوف ازا كان فيه تحديثات ولا لا انا بيقول لي هو فيه تحديث وبعد كده هتدوس له على استنى لحد ما التحديث يخلص يحمل ويخلص ومجرد ما التحديث يخلص هتظهر لك رسالة يقول لك في المحاكي البيتا او في الصيني هتظهر لك الرسالة دي هتدوس عليها كده ودلوقتي اولا هاخد اول حل واول طيارة للحل للناس اللي عاملة جودة المحاكي على سبعمية وعشرين اللي هي بتكون عاملة جودة المحاكي على سبعمية وعشرين من هنا من داخل الاعداد ده انسب طريقة نحل بيها الموضوع ده هي طريقة المطابقة واعادة تعيين الازرار خليني يفهمك في البداية خلينا افتح اعدادات تحكم اللعبة عن طريق ان يخش على عناصر التحكم وهبدأ اخش على تخصيص بس في الحتة دي عايز اقول النقطة انك مهم دايما انك تخلي عناصر التحكم على رقم تلاتة ما تخليه على رقم واحد او اتنين تخليه على رقم تلاتة سواء في الكلاسيكي او في الساحة هتخش دلوقتي على تخصيص وبعد كده تفتح اللي فوق دي بتاعت المحاكي طالما انت عملها على سبعمية وعشرين يبقى اكيد من جوه هتخليها على سبعمية وعشرين لو تلاحز هنا مثلا هتلاقي ان مش محطوطة في مكانها محطوطة عند اللي بيفتح سكوب والراية اللي بيفتح سكوب محطوط فوق بعيد والزد اللي بمفروض ان انت بتدوس عليه في ينبطح او ينام مش موجود برضو في مكانه فالفكرة هنا في عملية المطابقة انك هتحط كل زرار في على الزرار بتاعه في اللعبة بمعنى ان احنا هنجيب مسلا دي هنسحبها ونحطها هنا مسلا على اللي بيعمل عملية القفز وهنجيب نحطه على زرار اللي بيفتح سكوب وهنجيب الزد مسلا اللي بيخليه مبطح نحطه على انبطاح والسي كزلك الامر نحطه على اللي بيعمل كزلك الامر على باقي الازرار كلها يبقى احنا هنا كده بنعمل عملية المطابقة. تاني حاجة في الجزئية دي لو عملية المطابقة ما نفعتش او يعني لو قدر الله حصل حاجة تاني فهنخش للخطوة تانية. وهي خطوة اعادة تعيين الازرار مرة تانية. بكل بساطة هنعتبر ان الزرار ده بعد ما عملنا له عملية المطابقة ماشتغلش اللي هو او هنقوم وقفين ع الزرار ده وقفلينه من علامة دي وهنعمل زرار تاني ونخليه اي حاجة في الكيبورد ان شاء الله حتى حرف الدال وبعد كده هتحفظ من علامة اللي هي الخضرة دي وترجع تفتح تاني وتوقف ع الزرار اللي انت كنت عامله مثلا ده كان وتخليه تاني ترجعه زي مكان كذلك الامر على باقي الازرار هنقفل مثلا الزد ده وندوس عليه ونخليه حرف الدال ونحفظ ونرجع نفتح تاني الزد تاني زي مكان وهكذا على باقي الازرار بالنسبة بقى دي مسلا لو بتواجهك مشكلة في التحكم فيها فمجرد ان انت هتقفلها من هنا كده وتيجي هنا تعمل زرار ال و والس والدي والاي وبعد كده تحفظ وبعد كده ترجع تفتح تاني وتفتح هتصالك الرسالة دي هتدوس وبعد كده هتبصت لها انها تضافت هنا كده تاني هترجعها مكانها بكل بساطة على بتاعت التحرك في اللعبة بابجي اما عن موضوع كنترول فكل القصة ان انت لازم تتأكد انك عملت من خلال زرار اللي تحت خالص ده ده لو ما كانش زرار شغال او تعمله بنفس الطريقة اللي انا قلتلكو عليها هتيجي هنا عند زرار تقفله خالص كده تيجي عند الاي من جديد تفتحها هتليه معمولة هنا هتدوس عليها وبعد كده تخليها وترفحها فوق شوية ويبقى انت كده عملت اعادة تعيين برضو للكنترول يبقى الكنترول ممكن تتحل بطريقتين اما طريقة اعادة التعيين او طريقة وبعد ما تخلص اعادة تعيين ومطابقة واعادة كل حاجة في الموضوع بشكل يدى وكده هتدوس على حفظ وتجرب ان شاء الله هتشتغى ودلوقتي نزلنا وخلينا نجرب بسم الله ندوس على الموس اختفى الحمد لله وبيتحرك ونجرب كل حاجة طبعا فيه سنة خفيفة كده علشان لسه التجمع الممتع لسه داخل فيه ومحملتش لسه اي موارد جزئية الموارد دي هجيلها دلوقتي لانها مهمة جدا وفيها خطوة مهمة جدا لحل مشكلة التحكم الباقية نيجي لتاني طريقة علشان نحل مشكلة التحكم لو ما نفعتش معك الطريقة الاولى اللي انا شرحتها دي اول حاجة هتفتح من هنا كده وتفتح تيجي عند اخر واحدة هنا من العمود اللي على الشمال ده لو عندك المحاكي الصيني او المحاكي اللي هو البيتا المفروض ان دي عندك هتكون سبعمية وعشرين بي انت حاول تخليها يا اما الف تمانين او لكن انا افضل ان انت تخليها وما تقلقش خالص من موضوع ضغط ده على الجهاز لانك اصلا الشاشة في الاساس انت ضابطها على سبعمية وعشرين فبالتالي مهما ان كان هي مش هتطلع لك اكتر من سبعمية وعشرين على كارت الشاشة فما تقلقش من الجزئية دي خالص والافضل انك تخليها على وبعد كده تدوس على حفظ كده وتيجي تفتح اللعبة وتختار هنا او الف تمانين زي ما انت ما اخترتها برا انا مثلا عشان مختارها تو كي فهختار هنا اسمارت تو كي وبعد كده هعمل ري ست للاعدادات من هنا وهحفظ وبعد كده هاجي خش على الاعدادات واعمل تسجيل خروج من الاكاونت وهاجي عند كلمة اصلاح دي او ريبير هدوس عليها هتفتح للصفحة دي هعلم على الاتي اصلاح روتيني استعادة الاعدادات الافتراضية تاني واحدة واخر واحدة اللي هي موارد الاصلاح بس خلي بالك في الجزئية دي هتمسح لك اي موارد انت حملتها لو خايف على الموارد انت كنت حملتها فيستحسن انك تجرب اللعبة قبل ما تعمل الخطوة دي في حال انها مشتغلتش معاك ولسه المشكلة قائمة فتعمل الخطوة دي وغصبا عنك هتمسح الموارد مفيش حال تاني تدوس على موافق بعد ما تعلم على الثلاث حاجات اللي انا قلت لك عليهم هتظهر لك رسالة تقول لك تم اصلاح العطب يرجى اعادة تشغيل اللعبة انت بس هتقفل المحاكي وتشغله تاني من الاول بعد كده تعمل تسجيل دخول ودلوقتي الخطوة المهمة اللي لازم تعملها سواء في الطريقة الاولى بتاعت مطابقة الازرار واعادة تعيين الازرار او حتى الطريقة التانية اللي انا قلت لك عليها دي وهي خطوة تحميل الموارد بس انا مرضيتش اقولها لك في الاول اللي لما تجرب اللي انا قلت لك عليه جايز تشتغل واعدادة التحكم تزبط وفي حالة انها ما اشتغلتش وعملت الخطوة دي فتضطر طبعا انك تمسح الموارد فما تبقاش ان انت خسرت حجم الموارد او الجيجات بتاعت الموارد مع انهم اصلا مش هيعدوا معاكل واحد جيجا بس ما علينا دلوقتي نيجي للخطوة المهمة هي تحميل الموارد هتخش على الاعدادات وبعد كده هتخش على تنزيل وبعد كده موارد مستقلة وبعد كده عند ساحة الانتظار حزمة موارد فائقة الدقة دي تحملها الى تقريبا ستمية وتلاتاشر ميجا ايكاد خمسمائة ميجا مش عارف لي بقى ستمائة ميجا بس ما علينا هتحملها اللي هي ويستحسن تحمل باقي الموارد اللي موجودة هنا ودلوقتي نزلنا التجمع الممتع ونقول باسم الله ندوس على كنترول وندوس على الماوس كده البص لقى الزرار اختفى نجرب كل حاجة هتبقى شغالة القفز مش عارف ايه الجاري يمين وشمال يا عم يا وقع عم بتجري مش عارف اتحرك منك مش عارف اوري الناس ان المشكلة تحلت يا عم يا وقع يمين وشمال وهنبص اللقية برضو ان بعد ما حملنا الموارد ان الاف والجي والاتش شغالين. تمام? اهو إحنا خدنا تلات حاجات اهو بالاف والجي والاتش دلوقتي خلينا نيجي لمرحل تحل مشكلة اف وجي والاتش بالطريقة اليدوية. في حل ان انت ما هتحلتش معاك بعد تحميل الموارد والكلام ده بفضلته هي المشكلة هتعال اقولك ازاية تحل حرف اف بالطريقة اليدوية او مشكلة حرف اف بالطريقة اليدوية. اول حاجة هتفتح عناصر التحكم من هنا كده وتدوس على تخصيص وترجع تفتح الكي مابنج تاني هتيجي عند حرف الاف اللي هنا ده تخليه مثلا حرف دال او تخليه اي حرف وبعد كده نبدأ نعمل حرف اف وجي واتش بشكل يدوي هنعمل زرار جديد هندوس هنا كده وندوس على اف هنيجي على الجي تحت منه وندوس على الجي وفي حالة ان انت لقيت ان الجي معمول قبل كده هنا هتقفله خالص القديم وتيعمل واحد جديد وتسميه جي كذلك الامر برضو لو لقيته قديم برضو محطوط هنا كده تقفله خالص وتعمل تحت الجي حرف الاتش وتثبت اماكنهم بحيث ان انت تبقى حافز اماكن الجي والاتش والاف فوق بعض كده على طول وبعد كده تقوم دايس على حفظ وتتأكد ان انت حفظت شكلهم مكانهم فين بالزبط بالزات حرف اف حتى لو هتعلم بسبوعك يتفضل حتى صبوعك وبعد كده هتبدأ تاخد كل حاجة بتدوس عليها بحرف الاف وتحطها على مكان حرف الاف اللي انت عملته في الكي مابنج بمعنى ان انت عندك اللوت هنا مثلا غالبا هيكون مكان حرف الاف بالتالي الجي هيكون هنا والاتش هيكون هنا بعد كده ناخد بتاع الرفايف نحطه برضو على حرف الاف بعد كده ناخد فتح صندوق اللوت ده نحطه على حرف الاف بعد كده ناخد القيادة والركوب بتاعت العربية نحطها هنا وفتح وغلق الابواب من هنا كده والخروج من السيارة نحطه هنا كده على حرف الاف وبعد ما هنخلص هتدوس على حفظ وهتطلع هتبص تلاقي ال F وال J وال H مرصوصين زا فوق بعد كده ما كما حطناهم وما كما لمينا الحاجة بتاعت كل حاجة ما ندوس عليها على حرف ال F يعني فوق بعضها هنا كده هتبص ليه هو قادي ال F ال J استنى ال H تظهر اظهار يا H اظهار يا H اظهار يا H اظهار يا H اظهرت خدنا ال H وكل حاجة خدناها عادي جدا F و J و H والحد هنا حلنا المشكلة الحمد لله وان شاء الله تكونوا استفدتوا بازن الله من الحلول اللي انا قلتها وكل حاجة وكل كلمة اللي انا قلتها في الحلقة دي ان شاء الله تستفاد لو عندك اي مشكلة او اي استفسار تقدر تدخل الجروب بتاعنا على الفيسبوك جروب عيلة عرب تيكنو واللينك بتاعه اللي ظهر قدامك ده دلوقتي وبرضه هسيب لك اللينك تحت في الدسكريبشن لو عندك اي مشكلة او اي حاجة ادخل الجروب اكتب بوست حط صورة او فيديو للمشكلة وان شاء الله هرد عليك بالحل وفيه بس مباشر بحاول اعمله كل يوم الساعة 8 على القناة هنا فتأكد انك مشترك في القناة ومفعل زرار الجرس علشان يوصلك اشعار باي حاجة جديدة او باي لايف او اي حاجة بعملها على القناة وما تنسوش الدعم يا احلى اخوات واحلى صحاف الدنيا بانكم تعملوا لايك وشير وكومنت حلو على الحلقة دي واشوفكم على خير يا احلى اخوات واحلى صحاف الدنيا في حلقات جاية كتير على قناة عرب تيكنو سلام يا صحاب